مواصلة لزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف نواحي العسكرية يقوم السيد الفريق سعيد شينغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابتداء من اليوم بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة استهلت الزيارة من القطاع العملياتي الجنوب بيتندوف حيث بعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء مصطفى اسماعيلي قائد الناحية العسكرية الثالثة ترأس السيد الفريق لقاء توجهيا حضره إطارات وأفراد القطاع العملياتي حيث ألقى كلمة تابعها أفراد جميع قطاعات ووحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد أكد فيها على حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على إلاء ههمية قصوى لمسألة تأمين كافة حدودنا الوطنية وفقا لإستراتيجية متكاملة ومقاربة شاملة تم تجسيدها بحذافيرها على أرض الواقع بما يضمن تحسين وتلقية الأداء العمليات والقتال لكافة تشكيلاته ومكوناته ليكون قادرا على رفع كافة التحديات اشتركوا في القناة